يلا يا شطورة منك لي هحط السمغ العربي على الارفاء ايو حبيبي تقلبي ده كنز في البيت لا يقدر بالملايين ولو ما عندكيش موجود في البيت ياريت تجبيها من عند العطار اسمه ايه اسمه السمغ العربي ايو حبيبي تقلبي السمغ العربي ده بيحل مشاكل كتير اوي اوي تعال اقول لكم بقى بتحل مشاكل ايه للسيدات وللرجال وللاطفال هنجيب كده السمغ العربي وياريت لو في حتة كبيرة هنقصرها كده حتة زغيرة هنحط اربح حتة زغيرين خالص في فنجان من المية هنحط عليه مية مغلية طبعا احنا عارفين السمغ العربي لازما ندوبه في مية سخنة تعالي كده هنحطها كده في مية سخنة وكده احنا بنقلب الغيت ما يدوب معين خلاص ده بكده نص دوابان هنخليه تلات دقايق في المجة كده يا حبيبي قلبي كده ده بيعمل حاجة جميلة اوي 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 في شهر رمضان يا حبيبي هنحط كده معلقة من الارفة وهنقلب تقليبة حلوة اوه على اساس ان هو يندمج مع بعضه وطبعا ايه التقليبة دي بندمج السمغ العربي مع الارفة وبتدوب برضك السمغ العربي لغيت ما خلاص ده بخالص انا غطيه كده برضك تلات دقايق كده يا حبيبي كده خلاص المجة كده الزبط ولو عندك قهوة تحط نص معلقة من القهوة برضك هتوبة جميلة اوي اوي تعال اقولكو بقى على السر الجميل بتاع السمغ العربي مع القهوة مع القرفة لو انتي حطيتي قهوة ده طبعا بيفتت الدهون بطريقة غير عادية يعني لو كالتي اي حاجة فيها دهون فيها اي حاجة طبعا دي بتفتت الدهون وبتخسس جامد اوي هنعمل مجة حلو كده يا حبيبي بقلبي كده ونشربه بعض الفطار لو وزنك اكتر من سبعين كيلو هنشربه مرتين يا حبيبي تقلبي كده خلاص هنشرب مرة بعد الفطار ومرة بعد الصحور ولو انتي اقل من كده هتشرب مرة واحدة بس بعد الفطار طبعا لو انتي كالتي اي كده مش هيتراكم عندك اكل خالص ولد هون خالص ولو انتي اصلا وزنك زيت بينزل طبعا بطريقة غير عادية وبيخسس اوي اوي وطبعا احنا قلنا عن حط قهوة مع القرفة مع السمغ العربي وتعمله وتتهنه وكل سنة وحضراتكم طييمين